اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخوف من الله والرجاء من الله سبحانه وتعالى الخوف من عقابه ورجاء رحمته بهذين الطريقين نسير إلى الله سبحانه وتعالى الخوف وحده لا يكفي إن الإنسان حينما يعني يجعل نظام حياته كلها خوف فقط ولكنه لا يتق في الرجاء في رجاء له وفي رحمته فهذا خلل بنصف المنهج والعكس كذلك الإنسان حينما يمني نفسه فقط رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يخاف عقابه فهو كذلك منهج ناقص لذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يستعمل في القرآن الكريم أسلوب الترغيب والترهيب فأسلوب الترغيب يحطنا ويعطينا من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله يجعلنا نصمئنه ونظن الخير بالله سبحانه وتعالى وأسلوب الترهيب يخوفنا ويراهبنا ويجعل واحدا منا يعلم كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى خائفا له لأنا فالباب الخمسون سيكون للخوف والباب الواحد والخمسون سيكون للرجع فنقف اليوم عنده الخوف مقصود بالخوف وأثر الخوف في حيات الإنسان المسلم الإمام النووي كعادته أخذ آيات وحاديث سنحاول أن أخذ منها ما قال الله سبحانه وتعالى يفي بالغرض والمقصود قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإيايا فارهبون وإيايا فارهبون يعني لا ينبغي أن يرهب الإنسان أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى إن كان سيخاف فالأولى أن يخاف من الله سبحانه وتعالى فلا تخشو الناس واخشوني إنسان في بعض الأحيان قد يخشى من الناس أن يأتي منكرا من المنكرات أمامهم ولا يخشى من الله سبحانه وتعالى المطلع عليه وأن نظر إليه في كل وقت وحين وهذا من أسلوب الناس والعياذ بالله الذين لا يقدرون الله حق قدره لا ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويتعاملون معه كما ينبغي لذلك قال أحدهم لا تجعل الله أهونا الناظرين إليك لا تجعل الله أهونا الناظرين إليك لأنه حينما تأتي أمورا أنت لا ترضى عنها أمام إنسان فتجعله هينا عليك يعني تستهين بمحله رعائك أم لم ياراك فكيف إذا كان الأمر أنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل أنك تستهينو في وجوده وغمار خبته إذن فضل الله سبحانه وتعالى يقولنا وإيايا فرهبون Alors Dieu سبحانه وتعالى nous donne comment dirais-je des signes diversiques nous incitons à toujours avoir une situation de grande où nous disons 6 mois qu'il faut craindre alors ici Allah سبحانه وتعالى quand il nous dit 6 mois qu'il faut craindre ça veut dire que ce n'est pas d'autre pour ça dans un autre verset il dit il ne faut pas craindre les gens il ne faut pas avoir peur des gens plutôt il faut avoir peur de Dieu سبحانه وتعالى alors la personne en cheminant vers Dieu سبحانه وتعالى il faut toujours qu'il a ça veut dire cette conscience que Dieu سبحانه وتعالى l'observe selon chacun de nous et selon sa foi et sa crainte en Dieu سبحانه وتعالى il s'abstient ou bien il avance quand la personne il crainte Dieu سبحانه وتعالى on le trouve il est capable de stopper les envies de son égo il est capable de maîtriser son égo et quand il n'a pas la crainte il ne se sent pas la présence de Dieu سبحانه وتعالى avec lui c'est pour ça un des élus du Dieu سبحانه وتعالى il ne faut pas considérer Dieu comme quelqu'un de ne pas d'importance quelqu'un qui n'a pas d'importance pour toi et te voit ou ne te voit pas pour toi c'est rien l'un de nos petits quand il est devant des gens qui connaissent, qui respectent ses parents, ses grands frères je ne sais pas qui il n'osera pas de faire quelque chose qui n'est pas convolable pourquoi ? parce qu'il est sous la surveillance de quelqu'un ou bien sûr à la présence de quelqu'un qui respecte alors qu'est-ce qu'on va dire avec Dieu سبحانه وتعالى alors c'est pour ça Dieu nous met un garde ici il dit c'est directement faites attention si vous n'arrivez pas alors quand Dieu سبحانه وتعالى alors quand Dieu سبحانه وتعالى va châtiller son châtiment il est puissant quand il est en colère vis-à-vis de quelqu'un Dieu سبحانه وتعالى le châtiment وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ainsi dans le châtiment de ton seigneur quand il punit les cités il est puni avec un châtiment très douloureux ولذلك أعطنا الله سبحانه وتعالى من القرى التي أخذها الله سبحانه وتعالى فجعل عليها سافلها الله سبحانه وتعالى carrément toute une cité un l'a donné son ordre à un parmi ses anges alors voilà renversez-moi ce cité carrément renversez يعني جعل عليها سافلها ça veut dire c'est comme si si vous prenez ce goublé là et vous le faites comme ça ça veut dire ce qui a apparu sur terre il est devenu en bas tout simplement tout court فخصف نبيه وبدالي الأن قارون quand il ne veut pas quand il n'a pas pris le conseil que son peuple lui a donné et il se montre toujours quelqu'un qui souffre de comment dirais-je d'orgueilleux الله سبحانه وتعالى il a fait disparaître lui et son trésor lui et sa donneur il a fait il a fait la la والله سبحانه وتعالى قلنا في سورة آل اعمال وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا الواحد مننا حينما يريد أن يؤدب ابنه ويقول لا أحدره، آخر مرة تفعلها كذا إلا أنه فيه نوع منه إذا لم تضطع بهذا التحذير فسيكون العقاب أليما الله نميه الله نميه سبحانه وتعالى إلى آيات في القرآن الكريم وما أكثرها فيما يتعلق بعد الممات هذا في الدنيا الله سبحانه وتعالى يعذب الأقوام الظالمين الفاسقين المجرمين العصات بأنواع من العذاب منهم من أغرق الله منهم من صلت عليه الصيحة منهم من صلت عليه الريحة سبعة ليال وتمانية أيام حسومة ولكن كل واحد أهلاك الله سبحانه وتعالى بيسن فيلمين العذاب حساب يعني ظلمهم وطوريانهم الله نزع دوني السبعة الله سبحانه وتعالى أشاتيه ديستيه أمثل كمدرية شاتيه كل شاتيه يوناك 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 سبحانه وتعالى يلوناك سوناك أكري إذا يلوناك 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 سوناك يلوناك يلوناك فقط أموت فقط إليه اليوم عندما تتضع على أن تصبح أموت يجب أن تضع فقط الله تعالى فقط إليه أموت يجب أن تصبح لأنه يجب أن تتعب ايها من يمردي إذا اليوم يقضي معهم حيث نعم لبعض الله نعم إنه سيارة 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 يتم أن يجب 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 أن أكون ليس من أحدانك خطرر من لماذا هذا هو أن يجب أن يجب أن يجب أن يسدوها سمعت은 ربما تسألتك هو 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 ماه هي هو 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 ج worried انتظار حسنة أحيان هذه المسخينة لا بدأ في هذا المسخين تتمنى إلى هذا المسخين لأنه لا توقع أفرع تعليم ثم تتربح ما تترون أعلم أنه شيئاً، إنه أعلم أنه يبقى أنه يبقى أعلم أنه يفعل محافظاً كل ما قالوا نفسه، كل ما قالوا لنا وعلى كل ما قالوا لنا وأنهم نسلم محافظاً لأنه يبقى الأنسان سيطرق أعلمني بقي ياعيوه اللحظة كيف يعني الله سحنه وتعالى فهما لو فهما تعالى فهما تعالى لهذا الإنسان دائماً يكون في هذه الدنيا كما قلنا في الشق الأول الذي هو الخوف يستحضر دائماً مقام ربه قبل أن يفعل شيء يستحضر مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المهوى ولمن خاف مقام ربه جنة وأما من خاف مقام ربه دائماً مقام ربه ونهى النفس عن الهواء فإن الجنة هي المهوى نذكر للجنة وهنا جنتان بعد ذلك قالوا جنتان جنة من ذهب وجنة من فضة بعد ذلك قالوا يستحقوا جنتان لما لا لأنه عنده أمرين خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهواء فيجازى مرتين المرة الأولى أنه خاف المقام المرة الثانية أنه نهى النفس عن الهواء إذن فيكون الإنسان هذا الرادع إذن فيسمى رادعاً نحن الآن في غانب الأحيان تجد الواحد مننا يعني يردعه القانون تجاوز الدور الأحمر عندك أربع نقاط مقسوماً في الكذا وعندك كذا من الغرامة ستؤديها تخاف ولو لم يكن هناك لا شرطي ولا أي حد أنت تخاف أنه قد يراك أحد فيها مسألة قد ربما في رادار ولا ما فيش لا قد وتخاف إذن نهيت نفسك عن هذا فأنت نجيت نجيت من ماذا؟ نجيت من العقوبة كذلك الله سبحانه وتعالى يقول دائماً مقامه يعني مكانته يعني نبغي أن تكون شيئاً رادعاً لنا عن أن نعصيه وبشدة أنواع المعصية المعصيه يعني في الأمور التي أمرنا فيما بيننا وبينه وفي الأمور التي أمرنا فيما بينه وبين الناس إنسان حينما يكون في قدرته وقوته وسلطانه أن يضلل فلا يضلل يخاف مقام ربي الذي ردعني أن أضلل مرغم أنني مستطع أن أضلل أنني أخاف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أخذ سواك تعطل عليه أنا سبحانه مالك في شيء من المهمات أرسله إلى المهمة وكان أنس بن مالك غلاب يعني عشر سنوات لما أتت به أمه إليه فأخذ النبي للقود فأخذ عد الأرض قال لولا القود لأوجعتك ضرباً بهذا السواك لولا القود يعني لولا الحساب وأمام الله لولا أن الله سيقتص مني لأوجعتك بهذا السواك كي السواك؟ ليش يعني أن سيجع له السواك؟ يبين يعني أنه المالع منه الضرب هو وحينما النبي صلى الله عليه وسلم رأى من بعيد عبد الله بن مسعود يضرب غلاماً له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه قال عبد الله بن مسعود تفتت فإذا برسول الله قال يا رسولنا قد عفوت عنه قال لو لم تفعل للفعتك الله لذلك قال كفارة ضرب العبد أن يحرر عزقه شوف كفارة أنت ضربت عبدك ربما فعل شيء ضربت عبدك هكذا كفارته أن تعطيه حر ليده وفي الحقيقة العبيد كلهم استبشروا بهذا الحديث كانوا يتمنون أن يضربوا من أسيادهم ولكن كانوا أولئك الأسياد الذين يتعاملون معهم كإخوانهم ويؤكلوا لهم إنما هي إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فأكلوهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وأسكنوهم من تسكنون إنه لا تعطي قواعد يا إخوان قواعد هذا الدين العظيم إذا لولا القواعد لا أوجعتك بهذا السوا إنه حر يا رسول الله بمعنى أنه هذا الغلم كانت هذا الحديث بالنسبة له رحمة من الله سبحانه وتعالى لا بأس يمكن أن تحمل وحتى إذا ضربه بالمسعود ليس ضربه بالسيف ولا ضربه ضربه بيده ربما أخطع خطعنا وتأخرى أو شيء من هذا القبيل فكان الأمر أنه لا إذا هنا بمجرد أن سمع قدرة الله جعل قدرته هذه أضعف من شيء فتنازل عنها البتة يعني فماذا؟ فألغى قدرته وهو على هذا الغلام فأصبح الغلام حرا إذا ما فيش بعد قدرة عليه كَكَدَكَنَ السَّحَابَ يَتَصَرَفُونَ مَعْدَبِيسَ اللَّهَ أَرْبِيسَ اللَّهِ يعلم لا يوجد أنه أزاريك لا يوجد أن هناك أيضًا لأنه كل شيء يتبعين وأما أنك لا تسجمح أنه يوجد أن هناك هناك يوجد أنه لا يوجد أن يوجد أن يوجد أخروج مكوى إِن تريكم أنه في نقاط تعرض لها إِن تَنَنَنَنَيّلَي هناك سوى تعطيق أنه تستطيع أنك تتحللل وظائم وظائم التعرض لك أنك تكون رائعاً لك أنه ليس هناك وظائم إلى أنك تصنع تتحلل وظائم إلى به وظائم كما تعني لأطفال example لأنه هناك بسيئة في الأشياء من القرى إذا قررت من سواءه سواء هناك لأنه هناك مقاطعة لأنه هناك إلى النزول أبداً لأن هذا مقاطعة ومالتسولة أيضاً إلى هناك يعني الآن لأنه المقاطعة إنه يمزل أن هناك مقادقة فقط أليس أنني أبنى وليس أن هذا للمساق السرعة السرعة والرة السرعة والصحة أن الحقيبي يكون الحقيقي نعم فخوصاً أو أو أ關係 ام تنظر من لاحق حول خاررف خارف فخارف Phil المثال Soit C'est la force de sa foi Qui l'interdit Soit la force de la loi Sinon l'être humain De nature il est comme ça Alors Il faut Alors Qu'au niveau de la société Que la force de la foi La force de la loi Soit puissante لا يحبه أحداً عمر بن العص حينما ضرب ابنه أحد العقبات استقدامه عمر بن الخطاب فضربه وضرب القبضي ابنه وهو ضرب أبن يا عمرو ما تستعددتم الناس وقد ولدتم أمهاتم أحرارة فرصة بالدواء فإنها الآن من الأرض ويوجب تستعدد الى محاول على التعريف يجب أن يتقبل فتحضر بحديث وكان بحضورين من المجال إلى المدين ومن الآن المهم يسمون الرمال بخطاب ومن الآن synعرق المهمية نرى لا يزال ليس لório يتميز المهمية لانه يجب أن تفضل البعض تتعريد الآن بإما أنهم يستخد في كل شيء همكنكم في حالة الناس هناك فرصة وفرصة 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 هنا صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن كان قبلكم ثلاث نفرين فقضوا فيه ليلتهم وإذا بسخرة وقعدوا على فم الغار وصدتوا عليه صخرجات وقعت من الجبل وصدت عليهم ثم مرات فلا يستطيع الله القروج فقال أحدهم عليكم بأعمالكم الصالحة كل واحد يدعو الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فعله خوفا من الله لعل الله يفرج علينا أي تبين فيه أن الإنسان حتى في الدنيا الإنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح الذي فعله خوفا منه ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ليس خوفا من أحد فكان أحدهم قال ربي إن لي كان لأبويني كبيرين للسن ولي زوجة وأولاد وكنت أرعى عليهما يعني كنت أنا أرعى الغنم وكلما جئت مساء أحلب بشات وآتي إلى والدي أولا وأسقيهما من الحديث ثم أنصرف إلى أولادي وزوجتي وذاتي يومين تأخرت قال يوم تأخرت جئت من الرأي فوجدت وحلبت كعادتي وجيت وجدت أبواي قد ناما نام الأبوي قال ووقفت على رأسهما أكره أن ألقذهما وأكره أن أنصرف إلى أولادي فأعطيهم قبل والدي وبينها مقام الوالدي فقال فبقيت هكذا وأولادي يتضرعون من الجوع ويبكون ولا أريد أن أوقدهم ولا أريد أن أقدم أولادي على أبوي حتى الفجر حتى استيقظ قال اللهم إن كنت فعلت ذلك خوف منك ففرج عنا فرجة المرأة فيها السماء قلت يا لي تنفسه ففرج الله سبحانه وتعالى من السخرة فرجة المرأة فيها السماء ولكن لا يستطيع الخول وقال الثاني اللهم إنه كانت إبن عمة أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة وكنت أطلب منها نفسها فتمنعني إلى أن آتيها بمئة دينار قال فاجتدت حتى جمعت مئة دينار وأتيت بها إليها ولما جيتها بمئة دينار قال تتقي الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه لا تأتي بمعصية إلا تزوي قال فدركت لها مئة ديران وتركتها اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفا منك ففرج عنا منها ففرج الله عنهم من السخرة شيئا ولكن لا يستطيع أن يخرج وقال الثالث اللهم إنه كان لي خادم كان يخدم عندي على شيء من الأرز يعني قد في من الأرز فلما جاء ليأخذ أجره أعطيت له يعني هذا المد من الأرز فاستقله فدركه فعمدت إليه وزرعته أزرعه وأزرعه يعني ما حصلت منه السنة والسنة حتى فعل يعني أبقارا ورعاها فجاءني بعد مدة فقال يا هدا قد اشتغلت عندك في الوقت الفلاني فاتق الله ولا تبخصني في حقك سبحان الله فخرجت معه إلى كذا فقلت له هذا البقر ورعاهها هو أجرك قال ابتق الله ولا تستهزئ بي قال أنا لا أستهزئ بك هذا رزقك إنما كل هذا جاء من من أجرك الذي زاهدت عنه فأخذ الرجل البقرة والرعاها قال اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفاً منك ففرج عنا فإنزاحت السخرة وخرجت ثلاثة من الرعاق فيكون أحباب الكرة هنا كيف تجيب أحد في هذه الأمور كله يقول لك الوالد الناس وخليه منه ستاة السبعة ومشي نتيل النادي والآخر وصل يعني بغيته ولدته قد وصلها ولكنه يخافرها والآخر كان يقول لو يأتي طيب هذه الأجرك التي دركتني ولكن وستطماره لذلك الآن ما استطماره لأن هذا حقه لذلك 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 وصلت وصلت لذلك المترجمات بخير ويقومون بخير هناك الدرسان المترجمات بخير لم يتركوا في الوصف وعندما قد يتحدثون في كل يوم يتحدثون سهل تبغيره هم يتمنى عنه أجل يحبون أنا أعرف أنه أخرج وأنه أخبر السنة وإن فلتيتي أنا جديد أكثر للم regular عندما أباده أولوح أحصل أولاً بالروبي وإنشاء وفي لك أجل Brown أشقيهم Y ألقيهم على المعنون أحصل أخلهم ألي أجل أصبح أجل علمهم يقوم بعمل يسألون يسألون و لكنني أجنبت أن أصحب بهم يريضاً أن أريدهم يريضاً أن أتمرون أصحبهم فعما أصحبهم فعما أصحبهم أصحبهم zijn أصحبهم أنا أصحبهم وأن أصحبهم وأصحبهم فهم ثم يقول لقد اقوموا مكتب بإعادة لا يتحقق لهم أكبر كما يقول كما يتحقق بإعادة يقولون أن نسأل يقولون أن يتحقق بخير الله سبحانه وتعالى أرى أنه يقولون أقوموا مخطئ يقولون أنه يقولون 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 حدث لم يغلق الصفق بالتغير قال ربما عندما أجعلني الكثيرين اللي أبقى من المتوسطة ويحب 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 وقال كل شيء يحبب فوقه أخوه أخوة أخوتي إلى التخارج كما تعática يا رحيث أنه وقال بعد كل شيء أعطى أنه لم أعطى أنه لا يسعني مغلقه وكانت معينة لن يقع وكاملت ولم يحفر أن يكون هكذا لا يريد أن يتحدث على ايجاد حيث فإنه كان يقول لك وعطى أنه لقد عطيته فإنه دعا قرأت فإنه كان مجاني فإنه كان لكي يقتل هكذا فإنه كان يقول أنه وفي جاندة وفي تعاليون وفي أفضلها كان للمنظر في العمل استمتعوا الى المعارضة وفي أنه لا يرتدي من الأفضل يجعلت عمله على الأسنة وليس لم أعطيه وليس لم يكون عديده ومعنى على الأسنة حدث أنه لم يحلوا مجرده وقفت بجنتك وكثرة وعندما يحلوا مجرده وفق مريدك يتنقم أنه لديه المنزل لديه إطارة ولم يحلوا من الأسنة وقفت بجنتك وليس لديه وليس لديه تسيلاكية آية كلها كانت تسيلاك إحدى هنالك في هنالك قال الله لا تسيلاك من دي موكسة ما ، ناقره لا تسيلاك هنالك سيلاك ونالك إله فجاله يقضي فرعه إذا فعلت هذا بالله وليت أغيره فهناك فيه وليه يجب أن يسيلاك فيه فرصانًا ، يجب أن يسيلاك سيلاك أتحادم اللعب حتى تسيلاك يجب أن يسيلاك في مقارنه وأنه يتسلل مع أنهم يقولون أننا يمكننا تساعد مالة الله. فهل يعتقد أننا نفعل شيئاً يمير كبيراً فقط من قرارة الله سبحانه وتعالى وليست من فقط إذن أيام الله قرارة لا يمكن أن ينجي الإنسان في هذه الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى لا شيء يمكننا أن نضع على أجهد السبا كالكرة من الله سبحانه وتعالى لهذا لك يبين الله سبحانه وتعالى لنا هذه القدرته ويبين لنا نحن أصله حتى نعرف هل هو أصلا يستحق الخوف منه في الحديث جميل لعبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق بدأ بهذه الكلمة الصادق والمصدوق لأنه سيتحدث عن شيء غيبي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه إنما علمه من تلقاء قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم نطفة ثم علاقة مثل ذلك يعني يجمع نطفة أربعين يوما ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يتيه الملك الموكل بالأرحام فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعملوا بعمل أهل جنة حتى لا يبقى بينه وبينها شبر فيسبقوا على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعملوا بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينها إلا شبر فيسبقوا على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحيح المتفق عليه يبين لنا أن الإنسان أصرع لك أصره ناشي يعني أن قدرة الله سبحانه وتعالى التي نقلتك من ندفة من ماء مهين إلى علقة إلى مضغط تقول أنك أصبحت على شيء وهو أصل متصرف في يعلم أنك ستكون شقي ولا سعيد ولا دول عمل صالح ولا دول عمل سيء ويعلم أن مصيرك سيكون إلى الجنة أو إلى النار إذن فلكي يساءل للفام كذلك صاحب البخاري حديث جاء يشرح هذا الحديث قال إن أحدكم ليعملوا عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس أنه حينما نقرأ هذا الحديث بدون الحديث الآخر الشارح له سيكون يعني كيف هذا ظلم إنسان يعملوا بعمل أهل الجنة ثم يسبقوا عليه الكتاب ثم يعملوا بعمل أهل النار في آخر حياته ويدخل النار ولكن الحديث فيما يبدو للناس بمعنى أنه هو يعملوا عمل أهل الجنة ولكن داخل قلبه ونيته كانت ليست صالحة وجاء حديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا شجاعا في غزوة من الغزوات يضرب يميناً وشمال قالها ذاك في النار استغرق هذا الصحاب قال كيف يكون هذا في النار قال أنه والله لا أطلع النار على أمره فتبعه تبعه ذلك الصحاب الآخر وفي واسعة الحرب جاءت فيه نبلة سهم جاءت فيه سهم في هذا الرجل الشجاع ولم يتحمل ضربة السهم في يده فسل سيفه فأوقفه على الأرض واتكأ عليه حتى خرج من ظهره لكي يقال إنه مات شهيدا لأن تحمل جريحته فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إدهة وأن محمد رسوله إن الرزل الذي قلت فيه من أهل النار إنه من أهل النار قاله ما ذاك؟ قال فلان هذا ما وقع له هذا ما وقع له يعني هو في الأخير انتحر لم يتحمل الجراحة لهذا فالإنسان نحن نحكم عليه بما نرى ولكن لا يعلم سريرته إلا الحق سبحانه وقد ترى إنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس يعملوا عمل أهل النار تجدوه إنسان أن يقصر في كثير من الأمم يحكي أحد الصالحين أن وهذه من الرواية الصالحين قال كان له جار سكير عشر من خمرة فلما توفي هذا الرجل قال رأى الصالح النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اذهب وغسله وصلي عليه وبشر أهله بأنه معي في الجنة الصالح ما كان يشير هذا سكير فقال له ماذا كان يفعل زوجه قال له ماذا كان يفعل زوجه قالت الله ما كان يفعله من أشيء يجتهده فيما قبل الصالح ولكنه أبتلي بالخمر غير أنه في كل ليلة يتردد إلى أيتام ويتكلف بشؤونه من حيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى إذا فهذا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس ولكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يدري أحد ماذا يفعله وكذلك رؤيا أن الصالحين إما في تقريبا نفس المشهد قال حينما توفي رجل لاحظة لم يتوفى رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب إلى فنان وبشره بأنه معي في الجنة تاجر بسيط مملك قوت يومه في عمله ويأتي إلى المسجد وقت ما تيسر فذهب إليه قال أستحلفك بالله ماذا تعمل بينك وبين الله قال والله لا أعمل أكثر مما تعمل في محاله والبيت في المسجد وقت ما تيسر وهذا فهذا قال لا عمي تشيئا في معان الله سبحانه وتعالى قال أرأيت فلان وذكره ابنه فلان ابن كبرة قال أرأيت فلان ابني قال نعم قال هادي تزوجت مرأتي ولم أعلم بحملها يعني هي حامل زنا تزوجها بعد شعرين من الحمل ولم يعلم بها قال ووضعت وصرحت لي بأنها أنها عصت الله قبل الزواج فأخذت منها العهد أن تتوب إلى الله شبحانه وتعالى وأعالج الأمر قالت أتوب إلى الله شبحانه وتعالى قال فأخذت الوليد في ليلة الولادة أخذته وتأخرت عن المسجد في صلاة الصبح حتى دخل الناس وذهبت بالوليد ووضعته في فم المسجد ودخلت المسجد وصليت مع الناس الصبح وكنت آخر من خرج قال فخرج الناس وتجمعوا وما الوليدات فقالوا من الذي فعل هذا من هذا قال فلما يعني خرجت من المسجد يعني قلت ماذاك قالوا صبي تركه هنا أحد قالوا أنا أتكلف به قال فأخذته وأرناس أنني أنا الذي أخذه فتكفلت به وسترت زوجتي قال فقد صدرك الله إن النبي يبشرك بأنك معه في الجنة يعني من لا تحتاج إلى كثرة الصلاة السياء ولكن تحتاج إلى أن يسبر الإنسان أخاه إذن فيكون الأمر هنا يا أحباب كرم هي مالة أن الإنسان يعني لن يقدم أخر في الأمر فعل ما فعل ورب العالمين غفور ورحيم وهذا من يقول لا يفعلها إلا إلا رجال الرجل الذي أصلا هو يتمع في رحمة الله ويجعله من رحمته يعني ربما هذه المرأة لو خرجها وفضحها وفضح أمرها لازدادت عناداً وازدادت فثوقاً وفجوراً ولكن فتح لها باب الله سبحانه وتعالى ليس بابه هو فكان الله سبحانه وتعالى قبل منه والله يقول إنما يتقبل الله من الملتقين تقبل منك شوية أصرحت من الملتقين حينما يتقبل الله سبحانه وتعالى منك وهذا يقول الإحباب الكرام فإنه الإنسان لا يحكم عليه بما يرى منه نتعامل على سواء وقد رأينا في الباب الماضي في التاسع والأربعون إجراء أحكم الناس على الظاهر لكن لا تحكم عليه بقلب الصلاح ولا بالطلح فتحامل على منها بعدًا هناك امثل تحلم المترجم للقناة ومن ثم وتنزيل مجید امين ومن ثمان مجل كثيرا ار دیکز مجلسو تنسان يقول قام بتبعا بتنسان انتظار بالمعارف والم% وقت فعدها ويجن شروعه على جدك العلال من أبدار بأم ، لم تماس حقيت كان بخير فبعا قد's معها ومن ثم معا انك هل تقول للحظر ومن ثم قال للم يأكل في شهر ولكن من تعرف في صنوات يتعلق في صنوات ايها من يتحدثت في المساقة يا جديد سيئة الذين رغفوا فيه لا يزال يصيحونك الناس مرارك مرزاً بالناس كاملًا كما ربما يأتي نما أنه قد يتحدث إيه لديهم يتحدث مرارك ويأخذ أكيضاً وخافرين أضمنون يحصل على هذكر وخافرين يتحدث منه امام tenga مرات صغير تحجيل أوليك ما يفعله Ну يفعله ماذا يفعله الذي يفعله هو يفعله يفعله و الذي يفعله و الذي يفعله 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 من أنك يتحمل ستخبره السيد أمام لديه يقول أنه أمام هو ي courir يسخبره لديه سوف سوف أمام على بعيد و اللي شخصي طالل أوه لم يفعله الم فعله المسارة تحت مرأة مع تبatic المبادرة النهائية وي آنسان ومن يسرون سيطاء مع دولتار ومن يسرون قليل ومن يفعله ومن يسرونها ومن يسجل ومن يسرونها ومن يسرونه ومن يسرونه في النوم صعوله بالاقعد والدعوية للإنسان شبابه وفرأتُنصر للإنسان وفرأتَنصر للصبح وفرأتَنصره في الواقع يهزعي وقوم برديه هي من أقوم برديه تقوم براديه سينتهى انا برديه ومعن بمخابة سينة 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 يمكن برديه يتسكن لك الذي سهب إلى أعطيه إذا نبدأ مهز مكشف إذاً ينسكن مهزة أعطيه أخبار أخذرق أخذ رقم والشآن ها من أعطيه urق تعدل ولا أحساب سهب هختته هذا. يشعره أخذ وهي المدد أخذ و assistants الأهم أخذ سهب والشآن بدأ يساوي في الهدى لا تعالى لقد ركو المسيسة اللوه كانت ليس لديهم لقد كان من رجوعه الله تعالى لقد والده لقد أحضر آسنة دواء الأنبياء أعانق يجعب أعب أسنع أسنع أرزان ربان وقت سحب نحن يسع أعرف لماذا لا أن لا يتوقع diese مية و quo debeها أو قبل لن يقوم بغوظة أكثر دراجة أكثر مغلقة انت سنجان لا تقوم بغوث لن يكون مُ pajago لن يكون له هل نعطه لن يكون له واحد نعم 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 النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا كان في من قبلكم رجل فاسق رجل فاسق يعني إلى الديبسي للميت أسرف على أنفسي قال فلما جاءت الوفاة جمع أوراده قال إذا موتوا فاحرقوني وأخذوا رمادي وانتظروا يوما عاصفا وانتظروا رمادي في ذلك اليوم العاصف فإنه إن قدر علي ربي يعدبني على من شديد هذا الشرك هذا بسائح البقاري أخنا داد تكلم بشرك ولكن رب العزة سيكشف لنا سر قال فجمعه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قدر على كل شيء فقال عبلي ما حملك على ما فعلت ليش فعلت هذا؟ قال ربنا قد عصيت وأسرفت في المعصيتي وأخاف وأخاف أن ألقاك بمعاصي أخاف يا ربي أن أقف بين يديك بمعاصي قال فدخل إلى جنتي فقد أنجاك خوفك منه هناك هناك أنه الذي حمل هذا الرجل هو مقام ربه يعرف أن الله يقدر عليه ولكن إنسان الإنسان تخونه كما يقولون تعبيراته هو أصلا يعرف لأنه يعرف ما دافع على في حق ربه ويعرف أن الله يقدر عليه لذلك الله سبحانه وتعالى سألوك ما حملك على ما فعلت؟ قال الخوف من مقامك ربي لا أستحي أن ألقاك بمعصيتي إذن فالله سبحانه وتعالى قال له وكذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنسان ستكون حسناته أقل من سيئاته يعني سيئاته عنده حسنة واحدة رجلان يوم القيامة في عرصاته والنبي لماذا يتحدث لنا عن هذه المسألة كلها؟ لكي يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحسبنا بكثرة العباد وبركلة العبادة وحسبنا بقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر لم يسبخكم بكثرة السيام وصلاة إنما سبقكم بشيء وقر في قلبه سبقكم بشيء وقر في قلبه لو وزنا إيمانه أبي بكر وإيمانه الأمة لا رجح إيمان أبا بكر لماذا؟ ما كان أبا بكر يصلي كما يصلي أبا الدرداء ويصوم أبا الدرداء ولا غيره من الصحابة ولكن قال النبي حسن سبقكم بشيء وقر في قلبه إذن الأمر وقر في قلبه إذن فبينما الرجل إنهان رجل ليست له إلا حسنة ورجل تنقصه حسنة لا يعني ميزانه ميزان الحسنة السيئات استوى خصد الحسنة حتى يرجح ميزان الحسنة فقال الله سبحانه وتعالى إيتني بحسنة تدخل الجنة فذهب وجد أخرنا قال ما أما تبحث قال أبحث عن الحسنة قال أنا لي حسنة ولا تغني عني شيئا هذه واحدة خذها أنت وادخل إلى الجنة أنت على الأقل كما نقول أنت سلكنت كما نقول سلكنت فجاء بالحسنة ووضعها في ميزان حسناتي ورجحت قال الحق سبحانه وتعالى وأعلم من أين كان حسنة قال ربي إن لي أخذ أيسى وعلم أنه لا تغني حسنة عن شيء إن فأعطاه مني قال اذهب فأخذ بيدي أخيك وادخل إلى الجنة فلن يكون أحد أكرب مني فأنا أكرب ولا أكرب لن يكون أحد أكرب مني هذا لما أي كما نقول نحن ضحى بنفسه ضحى بنفسه من أجل أخيه فهذا الذي يريد الله سبحانه وتعالى فقال لن يكون أكرب مني خذ بيدي أخيك وادخل به إلى الجنة صاحت شكرا أخذ بيدي أخيك يتبقى الدولة общем الله أ permiteك على الجدع محتمك أrazبدك بشخاص الزياع لآباك ليششتِّد على الإسراء من الكثيرًا من الكثيرًا ومعه circumسistance وérer ما يعلمت أنه بالعثال لدorestو لا وكذلك وانه كان لكم جديد من شخص يقولون أنه من المشارات كان من المسارات كان لكم نتقال جيدة وعندما كنت وكتبه على مدرمه وقد قلت أنه قالت وقالت وظيفت وقالت يوجد يوجد كثيرا والحزن مدينة ساجة الناس على ذلك و لكن ما يكون في جمه و يجب أن يكون قد يكون أمانا يمكن أن يكون قد يكون أمانا في صحابة لمن الشيئ سببه و الغد من الشيئ يقول سببه ليه ساعدت أعطى تعليمًا هناك سيدة أعطى شقا لك فيطولت بعض أن أصحص على كل وساط ذلك وأحطى تعليمًا أخريني البقاء في قطرينه كيف أحدثت إذا كل مدد في خطرينة مجلس تحصير وفي حالاتك مجال فلفي أشخاص وفي حالاتك والأمال حالاتك وفي حالاتك مجال وفي حالاتك لا يجب أن يكون فتصة أقل وفي حالاتك فتصة وفي الأمان فهما لديا ولكن من أحزاب حبيبا وإن هبقى إيكو بحب أفريد و أكيد الأحزاب وقال لأنه لاستره وإن أحساب شديدته لأنه يمكنت تخاف وأعطبته وإنهاً سهلا شديده فهور معرفض أنه فقط وقال لي تحرم ويجعلون على الوقت وأن طريبا هو قد أحزاب ماهر سبحانه ماهر سبحانه يتوني تخريبا يريدت شيئًا يريد محوا يريد المحوا يريد للمنزل يريد أنه أحدث انني لماذا كانت أمودين لا أمودين سألت لدينا لماذا سوف بعد บن ودا لا لا إذة لا والسخر يريد على قبل عم يريد أمود وحد لي فقط سواء ايه السولة سيسخ و لا يستخدمك ما هو أقسام الأنسبة لا تقوم أن أغرق الشريكين سوف تعطي السرخين و و انختيار المهكين أما أنه ذلك لأن الملمات أنت و يحصل على هذه المساعدة يعني الحساب ما زال هناك عمل ما زال هناك كذا متى سيكون العمل موقف حينما يكون أهل الجنة جنة واهل النار النار أما هناك ذلك قال يوم يفروا لماذا يفروا المرء من أخيه وأمه وأبيه إنهم يحتاج حسنتهم ذلك في ذلك اليوم ما زال الإنسان قد يفعلوا يفعلوا وكذلك الذين ذكرناهم لم تبعت لهم رسالة هلاك سيبتليهم الله سبحانه وتعالى سينجحون أو لا ينجحون بالانتحان إذن أحباب كرام إنه لا ينجي الإنسان في هذه الدنيا إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى ذلك فهو يحددنا عن مشاهد ربما نخصص لها نوعيدا مشاهد من يوم القيامة حينما يكون العرق الواحد إلى ساقه إلى نصف الساق إلى السرة إلى أن يصل إلى أنصاف أدنيه إلى أن يغرق في عرقه وكلون يقول اللهم أسألني اللهم أسألني مالسو سويد وأدنى الله سيوى القيامة أدنى واحد سيعدد بناها ورجل سيؤتى بجمر ويضع تحت قدمه ويغلي بذلك رأسه اللهم أسألنيه 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 وله سهل و Image ولم يسغل هذا هو ,دا مرحبه ان اختياره انه اختياره من الإسلام والجه سبحانه وتعالى يومه كم رُكومزه البرد يحباب الكلام الوقت ياعني تابعوا الهولين ولا لأخدوا منكم الكثير ربما إن شاء الله تخصصون هذال الوقت الباقي الى الدكر وقراءة الخرآن وكذا لأنه حينما يطول الكلام ينسي آخره هو وولوز والله سبه فلا دموالي يتحجيط على حجزة الأرض كانت تتجاوز نقاط تتحنا getting serious إن شاء الله سبحانه وتعالى يسعر الله سبحانه وتعالى في الرجاع في رسوم الأولى سبحانه وتعالى في تتحلل نفسه وحالك كان هناك قليلاً هناك سنة بعد الإشارة لكي نحن القول لتجعل الحديث لكي نحن نحن نقوم في نهاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة